السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازيكوا حبايبي عاملين ايه يارب كلكم تكونوا بخير كل سنة انتوا طيبين بمناسبة المولد النبو الشريف اللهم صلي وبرك وسلم على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه جمعين طبعا بمناسبة الحلوانية كلنا بنحب نعمل حلويات كده ببيتنا اولا نفرح اولادنا ثانيا حاجة مضمونة ثالثا والاهم والكل بدور عليها الايام دي انك بتوفر فلوس كتير او فالنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الملبن الاحمر او اللذيذة بكل سهولة خالص بمكونات موجودة في كل بيت مش هتحتاجي غل ربع كله فلوس سوداني وهتعملي اكتر من كيلو حلوة لذيذة لو بتجيب الكلو ده من برا مش هتجيبه اقل من 150 جنيه الحلوة دي مش هتكلف عليك اكتر من 50 جنيه يعني هتوفر 100 جنيه وهتاكل حاجة نظيفة راحيتها حلوة طعمها حلو وخلي بالكو السوداني اللي بيبه في اللذيذة اللي برا ديت اكتره بيبه منادي وطعمه مش حلو فعملي حاجتك في بيتك كده وربنا يملو بيوتكم يا رب بالخير والبركة والسعادة وعملي بطريتي مرة وبإذن الله تدعيلي وهتعتمد الطريقة لانها طريقة سهلة وبسيطة ونكحة بإذن الله اول حاجة كده جيت تحلى الامونيا تكون واسعة وحطت فيها كوب بيتين سكر ونزلت عليها بنص كوب عسل كولوكوز لو ما عنديكيش عسل كولوكوز ممكن تحطي عسل نحلي لو عنديك طبعا علشان أسرع بسرعة كنت غالي المياه في الكاتل كده نزلت على طول مكان ما حطيت العسل الكولوكوز عشان يطلع معي بكل سهولة حطيت المياه السخنة كل اللي في الكوبية طالع معي بكل سهولة فأنت بتحط كوبيتين سكة علون كوبيتين مياه مغليين وما تخافيش لما تغلل المياه مش يحصل أي مشاكل خالص أنا جربت ده وجربت ده لقيت كله زي بعضه بس بتسريع بس في الوقت مش أكتر من كده بعد كده هننزل بعصيل لمونة كاملة لو انت عندك ملح لمون حط ربع معلية ملح لمون ما عندكيش استبدليه بلمونة عادي بعد كده هنحط باكوفانيليا للي لسه هنحطه جيلاتين بودر والجيلاتين البودر ده بيباله ريحة نفزة شوي ولو عندك ماء ورده حط برده معلقة بعد كده خط الخليطه ولحت البتجاز عليه ولما لقيته خلاص هيبدأ في الغلايا نزلت على طول بباكو جيلة أحمر أي جيلة عندك بس بصراحة جيلة دريم لا يعلو عليه في الطعم وفي الريحة وفي القوم وفي كل حاجة فاللي كنت عاملها ده جيلة دريم بعد كده سيبت الخليط يغلي مع نفسه وجبته نص كباية مية ونزلت عليها بنص كباية نشا بس لازم تكون النشا بتاحتك نوع ممتاز جدا لو انت عارفة للنشا بتاحتك مش مزبوطة حط أكتر من نص كباية أنا طبعا عاملة 3 معالي كبار 3 معالي بالنسبة لي بتكتبه معايا نص كباية حط إنت أربعة لو النشا بتاحتك ما انتش واثقة فيها ما واثقة في القوم بتاعها بعد كده طبعا كان عندي لون أحمر اللي هو البودرة ده كنت جابة بخمسة جنيا عندي من زمان بس تعملوا في الحاجات اللي زي دي حطت كده زي ربع معالها كده على النشا بتاعتي ودوبتها مع بعضها وهنزل بقت على الخليطة الما يبدأ في الغليان كده وأول ما تحط النشا إدك ما تطلحش من الخليط خالص تفضل تقلبي كده على نار متوسط أهم حاجة تكون النار متوسطة ما تعليش النار علشان الخليط ما يتحرقش منك ويديك القوام المزبوط تفضل تقلبي على طول كده الساعة ما توصل للقوام ده تقومي على طول جايبها الجيلاتين الجيلاتين دي بتجيب من عند أي عطاء بتجيب بخمسة جنيه بتجيب بعشرة جنيه بفضل عندك يعني لأنا عملته ده يعني قولي بخمسة جنيه بتنزلي بأربع معالي أربع معالي على ربع كباية مية دافية ودوبتهم في بعض كده ونزلت سرسوب سرسوب وتقلب على طول طبعا كنت حطة اتنين بس ما رضيش حط الأربع معالي مرة واحدة لأن أنا حطة جيلي فأنا قبل كده كنت عاملها بدون جيلي كنت عاملها بجيلاتين بس فلقيت الرحة بتاعتها إيه والطعم بتاعتها مش حلو أول فقلت بقيت إيه ادمجي بين الاتنين حط الجيلي وحط الجيلاتين فنزلت الأول مبدئيا كده إيه بمعلاتين جيلاتين بس فلقيت القوام خفيفة رجحت نزلت تاني بمعلاتين جيلاتين على معلاتين مية كده دافين ودوبتهم في بعض يدوب بس الجيلاتين يتدوب منك وبعد كده بتنزلي سرسوب كده وتقلبي فأنت ما تيجي تحطها تحط ربع كباية مية دافية علىها أربع معالي جيلاتين على باك وجيلي كامل تطلع معاك مظبوطة جدا جدا بس وانا بحط المرة التانية بقى يا حبيبي بتقطعت منه في المنتاج فعزرا يعني وجيت أسجل ملقتش المقطع ده فما تزعلوش وقدر ظروفي لأن الفيديو والله كان طويل جدا كان أزم من ساعة وعلى ما منتشت ونزلته لك وصلته لتمن دايه تعيبني وقرهاتني خالص والله فياريت تقدر ظروفي وللسه ما حطلش اللاية كده أتمنى يحطول اللاية كاللاية فراح وقلو بكم طبعا بحب أختبر الخليط بطريقتين طريق كباية ميا ساعة وطريق طبق كباية ميا ساعة بتحط فيها حتة كده هولوكوا تعملوا دلوقتي بس صوروكوا الطبق بس بعمل فيه ايه بتحط حتة في الطبق وتمشي المعلقة لو الخليط جل بعضه تاني تعرفوا انه لسه عايز نار لو تاني مفرق بعضه زي ما انتم شايفين كده في الوقتي ده هتنزله السوداني وتسبيه على النار كده بالسوداني لمدة 10 دقيق تاني هنا برضو كنت حطت حتة كده في المعلقة لو انت حطيت حتة في المعلقة في المية الساعة وسبتها شوية وجدت تطلع المعلقة لقيت الحتة مسكة في المعلقة ومسكتها بإيدي كده لاتاة جمدة في الوقتي ده برضو هتنزله بالسوداني بتاعي فكده طريقتين بتختبر بيها الخليط بتاعي بس ما تختبريش ولا تعمل غير ما تلاقي خلاص القوان بدأ يتقل معاك وعدل يقل عن ساعة لربع على نار متوسطة واخد معايا بالزبط على النار ساعة اللي خمس دقائق طبعا النشرة تختلف عن بعضها الجيل اللي بيختلف عن بعضه فكل واحد يعني ليه نظرة في الحاجة اللي قدامه بعد كده طبعا جبت علبة كده حطيت فيها كيس ودهنته زيت وقمت نزلة بالخليط بتاعي بطوله هو لسه سخن طبعا كنت حطى كس اللي هو الكس الحراري ده ضعيف جدا وهيتعبني جدا وانا بطلع فلما تحط تحط كس حراري نظيف من اللي هو التقيل او تحط كسة اكل نظيفة سيبتها طبعا كنت عملها بالليل وسيبتها الثاني يوم هنا وزنتها معاكو بقى ومشاء الله طلعت معايا اكتر من كيلو حلاوة يعني الكيلو الحلاوة ده تلاقيه دلوقتي عمله 100 جنيه لا يقل عن 100 جنيه لان بصراحة السكر دخل على 40 جنيه والحلاوة دي غالية بصراحة يعني فمشاء الله عملت معايا ازل من كيلو ومشاء الله لك واتل بالله وطعمها في منتاج جمال يا جماعة واقتصادية جدا مش مكلفة يعني كل حاجة موجودة عندك في البيت هتجيبي بس بـ 20 جنيه سوداني ممكن لو عندك عين جمل فوزدو لوز اي حاجة عندك اعمل لها به فراحة عيالك اعملها لحد غالي عليك اعملها اهدية لحد الحاله لوالديتك بتحب الحاجات الطريقة الناس الكبيرة بتحب الحاجات الطريقة اللي زي دي ولما تيجي تقطعي لازم تكون السكينة بتاحتك حدة جدا بصراحة غلبتنا في التقطع لان السكينة كانت تلي ما شوية لست عايز احميها 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 ولا اسنيها اسنيها عند الرجل اللي بيسني يا حبيب ومشاء الله يا جماعة والله يا حاجة تستانيك تجربيه يلا ام كده تشطري ام اعملها بطريقة دي ولما تعمليها اقولي لي ايه رأيك في الطريقة بتاعتي نكحة معاك ولا لا بصراحة طعم مريحة شايفين المطة شايفين اللون شايفين الطعم بقت لما تاكلوا الطعم بقت هتنبهروا ولا يا جماعة طعمها فمنتاج جمال هنا بقول لكم اعملوا لايك يا جماعة يلا انتو انا والبيتو تتفرحونا كده وتتفرحنا ازاي وعايزها تاني ان شاء الله اعملها لكم مرة تانية بإذن الله بس بمكسرات تانية بقى وكده الفيديو خلص يا حبيبي لو عجبكم الله يفرح قلوبكم وتكون بالصحة والعافية على قلوبكم تعملوا لايك وناس جديد اول مرة تنورني اتمنى تشترك في القناة دمت فرعية الله وامنة والسلام عليكم ورحمة الله